بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله إخواني الأعزاء معكم أخوكم وعتجاني دائما مرحبا بكم جميعا إن شاء الله اللي مازال ما اشترك في القناة إخوتي مدى به اشترك فيها وفعل زر الجرس هكذا إن شاء الله حتي يصلكم الجديد والمفيد إن شاء الله إن شاء الله دائما كما عودناكم درس جديد ومفيد بإذن الله يعني راني نشوف الأسئلة لها توصلني بزاف ونوضع فيديوها صحيح أخوتي بزاف ناس تقصيني أخويا معاد كيفاش رجعوا مثلا المقنين يأكل البراقة يعني شكيوا لي ويقولوا المقنين تساعنا رأي يأكل فقط البودر السوداء وكما تعلمون إخوتي أن البودر السوداء يعني تتسبب عاجلا أم آجلا في مرض الكابد يعني وكأن هناك حساسين أو حتى طيور كناري ما يكلش للباطي يعني رح نقول لكم طريقة مجربة أخوتي مجربة جد فعالة إن شاء الله لكي يأكل أي حاجة تبغيوها أخوتي صحيح لأنه يلزم تحضروا الطير من الآن قبل مرحلة التزاوج لأنه إن شاء الله يعني خيلوا الطير تنجح لكم يعني وتفقص الفراخ وخيلوا ما يكل لا باطي لا بيض لا والو يعني كيفاش رح يوكل الفراخ مشكلة مشكلة خوتي لهذا سوف أفهمكم بإذن الله خوتي وما تستطيعون تبغيونا الفيديو جزدكم الله أخير هذا ما كان خوتي نعطيكم مثال خوتي مثلا لدينا هنا البراقة البراقة سامبل وعندنا هنا ملانج متعدد البودور متعدد البودور هذا القشور حتى نفهمكم إن شاء الله حتى نفهمكم إن شاء الله صحيح خوتي آه عدنا الطير تعني يأكل فقط البودور السوداء ما يأكل لا براقة سامبل لا باطي لا والو كيف ندل خوتي سهل جدا جدا إن شاء الله كيف تنوت الصباح خوتي مثلا حب تولف له يأكل البراقة أو الباطي أوضع معلف خاص بالبراقة مثلا هكذا سامبل ولا الباطي الصباح يتنوت باكرا يعني الصباح يتصلي يعني الصبح التاعك بإدني لتدخل المنزل تنحي هذا تعال الميلونج تنحي تنحي مصدر الميلونج تنحي مباشرة خوتي توضع له الباطي التاعك أو البرراقة هذه تخليها نص نهار خوتي نص نهار الطائر يعني راح يعني كيجوع راح بالسيفة عليه هو دينقب وكان حتى لا يكوش بزاف الأيام الأولى يأكل حباز وشكلات كيف تعرفوا خوتي تشوفوا إما الداخل تشوفوا هكذا قشرات براقة ولا تشوفوا هكذا قشرات على البراقة هذه شوفوا القشرة قشرات حاجة مليحة نص نهار فقط يعني إذا كنتوا خدامين وصيو الأهل التي و الأخوات تتعكم ينحي يستبدلوها يعني 18-12 براقة هكذا ولا تتوضع الباطي فقط عند 12 تقلعوا هذه البراقة وتوضعوا الميلونج على ما ترجعوا الميلونج خوتي يعني إذا جعل مقنين بتاعكم بماكل بزاف يعني تفاديا لانتفاق الطير ولا يعني تحطوا الميلونج لكي ياكل من جديد إن شاء الله هذه توضعوها يوميا خوتي يوميا شوف لمدة شهر الطير يولف لكم أي غذاء تريدون أن تقدمونه سواء باطي سواء بيض سواء أي حاجة تولفوها الطائر هذه الطريقة المتبعة يعني كان بعد الطيور فقط 8-15 اليوم تولي البراقة تاكلها تولي الباطي تاكلها تولي البيض ياكلها التفاح ياكلها أي حاجة تقدمها يولي ياكلها عادي إن شاء الله طريقة بسيطة خوتي فقط تنحي الميلانج تنحي البذور نصف نهار التي يحبها وتوضع في بلاست نصف نهار توضع البذور أو الباطي الذي تريدون أن يعني تولفوه لكم ما نقول صيخوتي إن شاء الله في طريقة بسيطة إن شاء الله تستفادوا خوتي ودعونا الله وبرك الله فيكم السلام عليكم